موسيقى بعد حملة مصر بلش العدد يتزايد بشكل يومي يعني يومياً عم يجي حالات لجوء على المخيم 500 شخص 600 شخص إذا ما كان يومي يوم أي يوم لا عم يجيها الحالات هلا عدد المخيم صاير 4500 شخص عراقي 3700 عائلة عراقية هون بالمخيم طبعاً على سبيل تقديم الاحتياجات عم تتقدمنا الاحتياجات بس ببطء شديد يعني هلا كتير من العوائل بدون مدافق ما عندون مدافق للشتاء ما عم تتقدم للوسائل المازوت